بعد ساعة على أعلان الخارجية الأمريكية إنهاء العمل بالثثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها حتى اليوم دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي أعلن الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك أن سياسة الضغوط القصوى التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخير إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات وقال هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف نظراً لضغوطنا يواجه زعماء إيران خيارين إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بابا الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لسيما تويتر بعدما عمد الأخير في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس في خانة الأخبار المضللة كما لوح ترامب بقرارات جديدة مرتقبة ضد تلك المواقع التي اتهمها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة وفي تغريدة جديدة الخميس جدد رئيس الأمريكي موقفه هذا قائلا تبتل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقا من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020 إلى ذلك أضاف لن أدعى ذلك يحدث أبدا لقد حاولوا جاهدين في عام 2016 وخسروا في إشارة منه إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها وتابع ها هم الآن يتصرفون بجنون تام ترقبوا